أنت رشا شو بيعني لك كشخص أنت شو بيعني لك الفداء أو هل تحتاج للفداء ليه بتحتاج للفداء أحتاج الفداء لأن المسيح قدم لي إداني اللي لي وأخذ اللي لي أنا محتاجة الفداء علشان أنا أخذ للمسيح وهو يأخذ اللي لي أنا أي كلمة ذكرها القديس أثاناسيوس بالضبط قديس أثاناسيوس قال أخذ مالنا وأعطانا ماله وطبعا يعني إيه أخذ اللي لينا وإدانا اللي لي أخذ أول حاجة جسم بشريتنا كثير من المسلمين بيقولوا إزاي ربنا يتجسد مفيش آية في القرآن بتمنع أو بترفض فكرة التجسد الله ترأى في الجبل لموسى ويقدر طبعا مش فوق قدرة الله وما فيش حاجة تقول إن ده فوق قدرة الله مين أنا أسأل الله عن طريقا لأنه بناسبنيش الموضوع هذا أدافع عن ديني عشان يعني بدل ما أنه أبحث عن الحق طب الله قادر إذا هو إله القدرة مين أنا أسأل الله طب أنا بسألوش في أمور كتير يعني يعني البحث في ذات الله الكفر فأنا بسألش الله في أمور كتير فإزاي يعني هاعد أسأله بهالموضوع هذا هقول نقطة كده على الحتة اللي هي بتقول عليها اللي هي فكرة الله ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء ربنا فكره مختلف عن فكري أفكاره مختلف عن أفكاري طب إزاي نحن بنقول الكلام ده طب ما بكل بساطة المسلمين كلهم عارفين أن موسى شق البحر بعصايا مين اللي يقول أن عصايا تشق البحر هل ده فكرة يعني متعارف عليه هل ممكن أن عصايا نمسكها دلوقتي ونشق بها بحر مستحيل طبعا لكن إما ربنا يكون عايز يشق بحر بعصايا هيعرف يشق البحر بعصايا وهل ده فكرة كومن يعني فكرة منطقي أنه هو يمسك عصايا ويشق بها بحر لا طبعا وبالتالي فإننا ربنا ياخد جسد يعني المسيح يتجسد وياخد جسد بتاعنا ويقدم زبيحة على الصليب بالنسبة لنا أنا ما ينفعش أن أنا أرفضها زي ما أنا ما رفضتش أن عصايا تشق البحر ما ينفعش أن أنا أرفض أن يكون في خطة أبدية أزلية منذ الأزل علشان خلاص البشر ما ينفعش أن أنا أرفض أن ربنا عايز أتصلح معايا وعايز أن هو يديني مكانة معه للأبد أن هو عايز العلاقة اللي ما بيننا ترجع تاني زي الأول قبل الخطية فأنا بالنسبة لي ما ينفعش أن أنا أحط ربنا جوه صندوق وقوله أنت في الحدود ده هي يا رب تتحرك ربنا أعظم بكتير الله لا محدود لا محدود إحنا محدودين إحنا مخلوقون على صورة الله مش الله المخلوق على صورتنا مش أنا اللي بحدد هوية الله على فكرة في المسيحية الله غير محدود الله غير مزاجي الله عنده فكر واضح لا يغير ولا ينسخ فكر ولا أي يعني عندنا الفكر واضح جدا في المسيحية عند الله القادر على كل شيء أنا إذا هو أخد جسم بشريتنا مثل ما ذكرت يعني يعني في الموضوع أنا بالعكس أنا ممنون للرب أنا محتاج أنه بس أقدم له شكر أنا بشكرك لأنه نعاجز عن تخليص نفسي أنت يا أخدت جسد طب كان ممكن تأخذ جسد وما تمش على الصليب إنك تتواضع على الدرجة إنك تأخذ مكاني وموتي وتكون بديلة عني هاي قمة العظمة في التضحية كما قال يسوع ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائي